اكد سعادة السيد عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي أن ثقافة التضامن الإنساني والعمل التطوعي متجذرة ومترسخة داخل المجتمع البحريني وذلك بفضل التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعا وقال العسومي بمناسبة اليوم العالمي للتضامن الإنساني إن مملكة البحرين تمتلك بفضل توجيهات واهتمام جلالة ملك البلاد المعظم سجلا حافلا من الإنجازات في إعانة المحتاجين والمتضررين وكانت لها بصماتها المؤثرة في هذا المجال ويأتي ذلك أيضا بفضل جهود التي تبدلها الحكومة برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وشاد العسومي بالدور الرائد الذي تقوم به المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية وجهود سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة والتي قدمت بفضل التوجيهات الملكية السامية أفضل صور التضامن مع الشعب الفلسطيني الشقيق اشتركوا في القناة